اشتركوا في القناة ورحابته وسلم تسليما كثيرا وبعد إخوة الإسلام في كل مكان فمن رحاب بيت الله الحرام ينعقد هذا المجلس الثلاثون ليلة العشرين من شهر الشعبان سنة اثنتين وأربعين وأربعمائة وألف من هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم ويأتي هذا المجلس الثلاثون خاتمة للمجالس السابقة في مدارستنا لهذا السفر العظيم غاية السول في خصائص الرسول صلى الله عليه وسلم للإمام سراج الدين أبي حفص عمر الأنصاري بن الملقن الشافعي رحمة الله عليه ونحن في مدارستنا لهذا الكتاب على مدى ثلاثين مجلسا هذه خاتمتها كنا ولازلنا نستكثر من الصلاة على نبينا صلى الله عليه وسلم في مثل هذه الليلة الشريفة المباركة نلتمس من خيراتها وبركاتها بكثرة صلاتنا وسلامنا على الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم فدته نفسي فما نفس تشابهه ما مثله بشر والناس أشباه القلب حن له والعين ترقوبه صلوا عليه فقد أوصاكم الله صلى الله عليه وسلم وقد بقي لنا في هذا الكتاب الذي نختم به الليلة مجلسنا إن شاء الله تعالى مسألتان من آخر أقسام الكتاب وخاتمة وآخر أقسام الكتاب هي الخصائص والفضائل والمناقب والكرامات المتعلقة بغير أبواب النكاح وقد تقدم منها أربعون مسألة نأتي على ختامها في مجلس الليلة سائلين الله التوفيق والسداد والهداية والرشاد والعلم النافع والعمل الصالح ونجعله أيضا تتمة بها خاتمة فيها بعض التنبيهات والفوائد التي نختم بها عقب إنهائنا للمسائل التي ساقها المصنف رحمه الله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والمستمعين قال المصنف رحمه الله تعالى المسألة الحادية والأربعون جعل ابن سبع من خصائصه أنه كان نورا وكان إذا مشى في الشمس أو القمر لا يظهر له ظل ويشهد له أنه عليه الصلاة والسلام سأل الله تعالى أن يجعل في جميع أعقابه وجهاته نورا وختم ذلك بقوله واجعلني نورا يشير بهذا الحديث الذي استشهد به المصنف رحمه الله تعالى إلى ما ذكر ابن عباس رضي الله عنهما في قصة مبيته عند النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة وأنه بات عند خالته ميمونة رضي الله عنها يقول بيت في بيت خالة ميمونة فبقيت كيف يصلي رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فقام فبالا ثم غسل وجهه وكفيه ثم نام ثم قام إلى القربة فأطلق شناقها ثم صب في الجفنة أو القصعة فأكبه بيده عليها ثم توضأ وضوءا حسنا بين الوضوئين ثم قام يصلي فجئت فقمت إلى جنبه فقمت عن يساره قال فأخذني فأقامني عن يمينه فتكاملت صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاث عشرة ركعة ثم نام حتى نفخ وكنا نعرفه إذا نام بنفخه ثم خرج إلى الصلاة فصلى فجعل يقول في صلاته أو في سجوده اللهم اجعل في قلبي نورا وفي سمعي نورا وفي بصري نورا وعن يميني نورا وعن شمالي نورا وأمامي نورا وخلفي نورا وفوقي نورا وتحتي نورا واجعل لي نورا أو قال واجعلني نورا وفي رواية قال فلقيت كريبا فقال قال ابن عباس كنت عند خالتي ميمونة فذكر بمثل حديث غندر وقال واجعلني نورا ولم يشك كذا في رواية مسلم وقد أخرجه البخاري أيضا إذن ثبت في صحيح دعائه عليه الصلاة والسلام أنه سأل ربه أن يجعل له نورا وفي لفظ أن يجعله نورا فمن ثم ذكر بعض أهل العلم هاهنا في الخصائص أن النبي عليه الصلاة والسلام كان نورا ثم بني على ذلك أنه كان إذا مشى لا يظهر له ظل لأنه نور فلا يشهد الناس له ظلا إذا مشى في ليل أو في نهار وهذا الذي ورد أنه ليس له ظل لا يثبت له إسناد يعتمد عليه ولا ذكره الآئمة الا المعتنون بصحيح الأخبار في مصنفاتهم المشهورة إنما ذكرها الحكيم الترمذي وليس الإمام الترمذي صاحب السنن وابن سبع وغيرهما ممن لا يعتنون بتمحيص الأحاديث وربما أوردوا الأحاديث الواهية والموضوع ولهذا قال الإمام السيطي في الخصائص الكبرى أخرج الحكيم الترمذي عن ذكوان أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن يرى له ظل في شمس ولا قمر ثم ذكر عبارة ابن سبع التي ساقها المصنف هنا رحم الله الجميع فعندئذ نبه أهل العلم على أن دعوى أن النبي عليه الصلاة والسلام كان نورا يراد به أحد شيئين الأول أنه خلق من نور صلى الله عليه وسلم وهذا خلاف ما دل عليه صحيح مسلم في قول النبي عليه الصلاة والسلام خلقت الملائكة من نور وخلق الجان من نار أو إبليس من النار وخلق آدم مما وصف لكم فثبت أن دعوى خلقة رسول الله عليه الصلاة والسلام من النور تنافيه الأحاديث الصحيحة وما دلت عليه أيضا القطعيات في الكتاب والسنة فإنه من بني آدم عليه الصلاة والسلام وبني آدم خلقوا من تراب أما قوله في الحديث واجعل لي نورا فإنه سأل الله أن يجعل له نورا حتى على لفظ واجعلني نورا فإنه سأل الله أن يجعله نورا والمراد به أن يكون عليه الصلاة والسلام نورا يستضاء به ولهذا قال الله تعالى له وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم صراط الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض ألا إلى الله تصير الأمور وفي سورة المائدة قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام نور وكتاب مبين فسر النور في أحد معانيه في السورة الكريمة بأنه رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن الله قد سماه نورا ولذلك عطف عليه بالقرآن أي قد جاءكم من الله نبي وكتاب مبين وكل ذلك لا علاقة له بالخلقة من النور بل كان عليه الصلاة والسلام مخلوقا من تراب فأما كونه إذا مشى في الشمس أو في القمر لا يظهر له ظل فإنه يفتقر كما تقدم إلى الحديث الصحيح الذي يثبتها وإلا فمقام نبينا عليه الصلاة والسلام وخصائصه الكريمة وصفاته الشريفة هي في غينا عن أن يزعم له بعض الخصائص التي لا يشهد لها ولا يقوم بها دليل صحيح والله أعلم المسألة الثانية والأربعون قال الشيخ عز الدين بن عبد السلام جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه علم بعض الناس الدعاء فقال قل اللهم إني أقسم عليك بنبيك محمد النبي الرحمة فإن صحى فينبغي أن يكون مخصوصا به فإنه سيد ولد آدم وأن لا يقسم على الله بغيره من الأنبياء والملائكة والأولياء فإنهم ليسوا في درجته قلت الحديث المذكور أخرجه الترمذي من حديث عثمان بن حنيف بلف اللهم إني أسألك وأتوجه إليك بنبيك محمد النبي الرحمة الحديث ثم قال حسن صحيح غريب قال البيهقي في دلائل النبوة ورويناه في كتاب الدعوات بإسناد صحيح ورواه من طريق ليس فيها أقسم بل أسألك نعم هذا الحديث المذكور في سنن الإمام الترمذي ساقها المصنف مسألة ختم بها مسائل الكتاب في الخصائص في هذا النوع من المناقب والفضائر والكرامات منقولة عن الإمام عز الدين بن عبد السلام الشافعي السلمي رحمه الله قال جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه علم بعض الناس الدعاء فقال قل اللهم إني أقسم عليك بنبيك محمد نبي الرحمة قال فإن صح بهذا القيد فإن صح فينبغي أن يكون مخصوصا به فإنه سيد ولد آدم ولا يقسم على الله بغيره من الأنبياء والملائكة والأولياء فإنهم ليسوا في درجته قال فإن صح فما الذي صح الذي صح عند الإمام الترمذي وعقب عليه البيهقي في دلائل النبوة قال ليس فيها أقسم بل أسألك يعني لفظ الحديث اللهم إني أسألك وليس أقسم عليك وفرق بين المسألتين فالتوسل ليس مثل الإقسام على الله جل جلاله والحديث في قصته كما أخرج الإمام الترمذي في جامعه أن رجلا ضريض البصر أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال دعو الله أن يعافيني قال إن شئت دعوت لك وإن شئت صبرت فهو خير لك قال فادعه قال فأمره أن يتوضأ فيحسن وضوءه ويدعو بهذا الدعاء اللهم إني أسألك وأتوجه إليك بنبيك محمد نبي الرحمة فهذا صريح في أنه لفظ دعاء وتوسل مشروع والذي يعلمه هذا الدعاء هو النبي عليه الصلاة والسلام قال قل اللهم إني أسألك وأتوجه إليك بنبيك محمد نبي الرحمة إني توجهت بك إلى ربي في حاجتي لتقضى لي اللهم فشفعه فيي قال الترمذي هذا حديث صحيح غريب وكذلك أخرجه الإمام النسائي أيضا في السنن وزاد في آخره قال فرجع وقد كشف الله بصره وقد ذكر عدد من الآئمة هذا الحديث في بيان معناه قال الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ليس فيه حجة لمن يقول بالتوسل فإنه صريح إنما توسل بدعاء النبي عليه الصلاة والسلام وشفاعته أليس هو الذي قد جاء فقال يا رسول الله أدعو الله أن يعافيني ثم خيره كما سمعتم قال إن شئت دعوت لك وإن شئت صبرت فهو خير لك فلما اختار الدعاء ورفع البلاء علمه النبي عليه الصلاة والسلام هذه الكلمات إذن هو توسل وطلب شفاعة ولهذا قال اللهم فشفعه فييا ولهذا رد الله عليه بصره لما دعا النبي عليه الصلاة والسلام وهذا ولا شك آية ومعجزة كريمة لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم والحديث له طرق وهي صحيحة لا إشكال في ثبوت صحتها وقد ناقش شيخ الإسلام رحمه الله المسألة بتمامها في دعوى إثبات الحديث التوسل بشخص النبي عليه الصلاة والسلام حيا وميتا ودعوى أن هذا مما ينفع لمن كان مطيعا أو عاصيا ومن كان على طريق سنته أو هاجرا لها ومن كان على الصراط المستقيم أو منحرفا منكبا على وجهه وأن تعميم ذلك كما يقول فسواء عند هؤلاء دعا الرسول لهم أو لم يدعوا الجميع عندهم توسل به وسواء أطاعوه أو لم يطيعوه ويظنون أن الله يقضي حاجة هذا الذي توسل به بزعمهم ولو لم يدعو له الرسول كما يقضي حاجة هذا الذي توسل بدعائه ودعا له إذ كلاهما متوسل به عندهم إلى آخر ما قال رحمه الله تعالى بينما قال هذا الأعمى شفع له النبي عليه الصلاة والسلام ولهذا قال اللهم فشفعه فييا فعلم أنه شفيع فيه ولفظه إن شئت صبرت وإن شئت دعوت لك قال ادعو لي فهو الذي طلب من النبي صلى الله عليه وسلم أن يدعو له فأمره أن يصلي هو أيضا ويدعو لنفسه ويقول في دعائه اللهم فشفعه فييا فدل ذلك على أن معنى قوله اللهم إني أسألك وأتوجه إليك بنبيك أي بدعائه وشفاعته لأنه الذي سأل وطلب ولهذا قال اللهم فشفعه فييا كما كان يقول عمر اللهم إنا كنا إذا أجدبنا توسلنا إليك بنبينا فتسقينا وإنا نسألك أو نتوجه إليك أو نتوسل إليك بعم نبينا اللهم فسقنا يقول فالحديثان معناهما واحد فهو صلى الله عليه وسلم علم رجلا أن يتوسل به في حياته كما عمر أنهم كانوا يتوسلون به إذا أجدبوا فكيف كانوا يتوسل الصحابة بالنبي عليه الصلاة والسلام عند الجدب هم جاءوا إليه ويطلبون منه الدعاء والاستسقاء أليس دخل الرجل والنبي عليه الصلاة والسلام على المنبر فقال يا رسول الله هلكت الأموال وانقطعت السبل فادعوا الله يغيثنا هذا هو التوسل جعل النبي عليه الصلاة والسلام وسيلة بدعائه وشفاعته لا بشخصه الكريم صلى الله عليه وسلم وهذا المعنى لا إشكال فيه لكن الفهم الذي ينحرف عن ذلك إلى معنى آخر يريد به التوسل بشخص النبي عليه الصلاة والسلام حال الحياة وبعد الممات على حد سوى على ما ذكرنا في التفصيل السابق قال فلو كان التوسل به حيا وميتا سواء والمتوسل به الذي دعا له الرسول كمن لم يدعو له الرسول لم يعدلوا عن التوسل به وهم أفضل الخلق وهو أفضل الخلق وأكرمهم على ربه وأقربهم إليه وسيلة إلى أن يتوسلوا بغيره ممن ليس مثله إلى آخر ما ساق رحمه الله في بيان معنى الحديث وذكر معنى الخصوصية الواردة هنا في قول المصنف وهي آخر مسائل الكتاب وبها تمت المسائل بعون الله تعالى ثم عطف المصنف عليها بفوائد ختم بها الكتاب رحمة الله عليه فوائد نختم بها الكتاب روت عائشة رضي الله عنها أنه صلى الله عليه وسلم كان يرى في الظلمة كما يرى في النور لكنه ضعفه ابن بشكوال كما حكاه ابن دحية في كتابه الآيات البينات له وأخرجه البيهقي في دلائل النبوة من حديثها بلفظ كان يرى في الظلماء كما يرى في الضوء ثم قال هذا إسناد فيه ضعف ثم أخرجه من حديث ابن عباس بلفظ كان يرى بالليل في الظلمة كما يرى بالنهار من الضوء ثم قال ليس إسناده بالقوي وروي أن الأرض تبت قال فوائد نختم بها الكتاب وأراد بهذه الفوائد جملة من المسائل المعدودة في الخصائص إلا أنها يعوزها الدليل ولا تقوم بمثلها الحجة التي تثبت بها هذه الخصائص فجمعها رحمه الله في إشارة منه إلى عدم قوة مأخذها وضعفها لكنها طالما أوردها بعض من تكلم في الخصائص أو أوردها أو كتب فيها أراد أن يشير إليها إشارة عابرة فجمعها هنا جملة منها أولها قال روت عائشة رضي الله عنها أنه صلى الله عليه وسلم كان يرى في الظلمة كما يرى في النور يعني أنه يبصر في الظلام كما يبصر في النهار ولا يحتاج إلى ضوء وسراج وهذه كالتي سبقت لا يثبت بمثلها دليل ولو صح ذلك لقلنا به ولهذا قال لكن ضعفه ابن بشكوال يعني لم يثبت الحديث كما حكاه ابن دحية في كتابه الآيات البينات له وقد قال السهيلي في هذا المعنى روي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حين ابتنى بأم سلمة دخل عليها ليلتها في ظلمة فوطئ على زينب ابنتها فبكت يعني لأنه كان ظلاما ولم يبصرها فلما كان من الليلة الأخرى دخل في ظلمة أيضا فقال انظروا زيانبكم ألا أطأ عليها ذكره الزبير بن بكار قال وفي الحديث توهين لرواية من روى أنه يرى بالليل كما يرى بالنهار والمصنف رحمه الله قد أشار إلى ضعف الحديث من جميع طرقه قال ابن الجوزي فيه عبد الله بن محمد بن المغير متهم عن هشام عن أبيه عن عائشة يعني الحديث المذكور عنها رضي الله عنها بلفظ كان يرى في الظلماء كما يرى في الضوء ثم قال البيهقي إسناد فيه ضعف وأما حديث ابن عباس كان يرى بالليل في الظلمة كما يرى بالنهار من الضوء فأيضا قد قال فيه البيهقي ليس إسناده بالقوي فلا يثبت عد هذه المسألة في الخصائص والله أعلم وروي أن الأرض تبتلع بوله وغائطه ويفوح لذلك رائحة طيبة روت عائشة أيضا أنها قالت يا رسول الله إني أراك تدخل الخلاء ثم يجيء الذي يدخل بعدك فلا يرى لما يخرج منك أثرا فقال يا عائشة أما علمتي أن الله تعالى أمر الأرض أن تبتلع ما خرج من الأنبياء قال ابن دحية في الكتاب المذكور سنده ثابت وأما البيهقي فأخرجه في دلائل النبوة من حديثها أيضا بلفظي كان إذا دخل الغائط دخلت في أثره فلا أرى شيئا إلا أني كنت أشم رائحة الطيب فذكرت ذلك له فقال يا عائشة أما علمتي أن أجسادنا تنبت أرواح أهل الجنة وما خرج منها من شيء ابتلعته الأرض ثم قال هذا من موضوعات الحسين بن علوانة لا ينبغي ذكره ففي الأحاديث الصحيحة والمشهورة كفاية عن كذب ابن علوانة وفي الشفاء لابن سبع عن بعض أصحابه أنه قال صحب النبي صلى الله عليه وسلم في سفر أو صحيبه صلى الله عليه وسلم في سفر فلما أراد قضاء حاجته تأملته وقد دخل مكانا فقضى حاجته فدخلت في الموضع الذي خرج منه فلم أر له أثر غائط ولا بول ورأيت في ذلك الموضع ثلاثة أحجار فأخذتهن في كف فتعلقت رائحتهن رائحة طيب وعطر هذه أيضا من سياق المسائل المعدودة في الخصائص الغرائب يعني غريبة ولا يثبت بها دليل قال المصنف رحمه الله تعالى يشير إلى هذه المسألة قال روي أن الأرض تبتلع بوله وغائطه ويفوح لذلك رائحة طيبة وهذا مذكور من حديث عائشة رضي الله عنها قالت يا رسول الله إني أراك تدخل الخلاء ثم يجيء الذي يدخل بعدك فلا يرى لما يخرج منك أثرا الحديث من رواية الحسين بن علوان الكلبي وقد ترجم له الذهبي في ميزان الاعتدال وذكر كلام الإمام بن حبان كان يضع الحديث على هشام وغيره وضعا وفي الحديث مما يدل على وضعه وقد عزاه أيضا إلى الحكيم الترمذي وما يتفرد به ضعيف في الجملة قال يا عائشة أما علمت أن الله تعالى أمر الأرض أن تبتلع ما خرج من الأنبياء قول ابن دحية سنده ثابت يعارضه تضعيف الأئمة الصريح واتهام الحسين بن علوان الكلبي برواية الحديث والبيهقي لما أخرج الحديث في دلائل النبوة من حديث عائشة رضي الله عنها لما قالت لا أرى شيئا إلا أني كنت أشم رائحة الطيب فقال يا عائشة أما علمتي أن أجسادنا يعني الأنبياء عليهم السلام تنبت أرواح أهل الجنة الحديث أيضا أرده ابن الجوزي في العلل وقال فيه حسين بن علوان متهم قال ورواه محمد بن حسان الأموي كذاب قال حدثنا عبدة بن سليمان عن هشام ولهذا فإن البيهقية لما روى الحديث قال هذا من موضوعات الحسين بن علوان لا ينبغي ذكره من موضوعاته يعني من أحاديثه الكذب التي وضعها افتراء على رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال البيهقيف في الأحاديث الصحيحة والمشهورة كفاية عن كذب ابن علوان وهذا أصر وقاعدة عظيمة ينبغي تقريرها وقد تقدمت مرارا وهو أنه ما ثبت من مناقب رسول الله صلى الله عليه وسلم وخصائصه مما ثبت بالأحاديث الصحيحة فيه والله الغنية والكفاية عن تتبع تلك الأحاديث الواهية والأساند الساقطة وما لا زمام له ولا خطام إي والله فمقام نبينا صلى الله عليه وسلم أرفع وتقحم إثبات بعض الصفات والمناقب التي ربما يكون فيها تجاوز لحدود البشرية لن تكون مدحة ولا منقبة لمقام النبي عليه الصلاة والسلام فإن الله عز وجل بعثه ليكون نبيا بشرا رسولا وأن تعتري حياته الكريمة الشريفة ما تعتري أحوال البشر فكان يمرض ويجوع وينام ويعتش ويصيبه الحر والبرد صلوات ربي وسلامه عليه ويفرح ويحزن ويضحك ويبكي نعم لكنه كان من أجل أن نتعلم من أسوتنا به وقدوتنا واقتدائنا به صلى الله عليه وسلم أن نتعلم منهج الحياة الأكمل وكيف كان صلى الله عليه وسلم أما المبالغة في مثل هذا لإثبات أن الأرض تبتلع ما يخرج منه ويفوح لذلك رائحة طيبة ثم لا نجد ذلك مرويا إلا من طرق الكذابين والوضاعين والذين لا تروى عن مثلهم أحاديث أقل من ذلك شأنا فلا حاجة لمثل ذلك ولذلك فقد ذكر الآئمة تضعيف الحديث وابن الملق قد نقل هنا كلام الإمام البيهقي وسمعتم كلام ابن الجوزي وغيرهم رحمة الله عليهم جميعا وروا أنس مرفوعا من كرامتي أني ولدت مختونا ولم يرى أحد سوأتي ذكره ابن الجوزي في كتاب الوفاء له قال ابن دحية ولم تعرف علته وأعتقد صحته وهو حديث مصنوع الإسناد يحاسب عليه المحدث إن لم يبين علته يوم القيامة ثم ذكرها هذا صريح في تضعيف الحديث بل سمعتم يقول المصنف عن ابن دحية ولم تعرف علته وقال ولم تعرف علته واعتقد صحته وهو حديث مصنوع الإسناد ذكره ابن الجوزي في كتاب الوفاء قال من كرامتي أني ولدت مختونا ولم يرى أحد سوأتي ذكر ذلك الطبراني في المعجم الأوسط قال وصححه الضياء المقدسي في الأحاديث المختارة وفي حديث ابن عباس عن أبيه قال ولد النبي صلى الله عليه وسلم مختونا مسرورا إذا ثبت هذا فلم يحفظ عن غيره أنه ولد مختونا وقد قال الحافظ أبو نعيم الأصبهاني بسنده عن ابن عمر ولد النبي صلى الله عليه وسلم مسرورا مختونا وسنده ضعيف وروى الخطيب البغدادي بإسناده من حديث أنس أن النبي عليه الصلاة والسلام قال من كرامتي على الله أني ولدت مختونا ولم يرأ سوأتي أحد الحديث الذي أورده المصنف قال وروي عن أنس مرفوعا قال الخطيب البغدادي رحمه الله لم يرويه فيما يقال عن يونس عن هشيم وتفرد به سفيان بن محمد المصيصي وهو منكر الحديث وقال الدار قطني كان ضعيفا سيئ الحال وروى بن عساكر رحمه الله بإسناده عن أنس قال لفظه من كرامتي على ربي عز وجل أني ولدت مختونا ولم يرأ أحد سوأتي لكن في سنده إلى الحسن طاوي الحديث في سياقه عدة مجاهيل قال ابن عساكر وقد سرقه ابن الجارود وهو كذاب فرواه عن الحسن ابن عرفة انتهى قال ابن عبد البر روي أن النبي عليه الصلاة والسلام ولد مختونا من حديث عبد الله بن عباس عن أبيه العباس قال ولد مختونا مسرورا يعني مقطوع السرة فأعجب ذلك جده عبد المطلب وقال ليكونن لابني هذا شأن عظيم يقول ابن عبد البر وليس إسناد حديث العباس هذا بالقائم قال وقد روي موقوفا على ابن عمر ولا يثبت أيضا هذه جملة يا كرام من تضعيف الآئمة العلماء وإنكارهم لهذا الحديث وقالوا إنه ولد كالناس وأن جده عبد المطلب ختنه على عادة العرب في ختان أولادهم وقيل بل خات ختنه جبريل عليه السلام حين شق صدره صلى الله عليه وسلم وقد أوضح ابن القيم رحمه الله المسألة تمام الإضاح في كتابه تحفة المودود بأحكام المولود وذكر أن الإمام أبا القاسم عمر ابن أبي الحسن بن هبية الله صنف كتابا في ختان رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنه رد فيه على محمد بن طلحة في مصنف صنفه وقرر فيه أن النبي عليه الصلاة والسلام ولد مختونا فقال ما حكي عن صفية يناقض الأحاديث الأخر والمقصود حديث صفية بنت عبد المطلب قالت أردت أن أعرف أذكر هو أم أنثى فرأيته مختونا هذا الحديث لا يثبت وليس له إسناد يعرف به وهو معارض بقوله لم يرى سوءة أحد فكل حديث في هذا الباب يناقض الآخر تقول صفية في أحد الحديث رأيته مختونا ويقول في حديث آخر لم يرى سوءة أحد وكلها واهية ليس يثمت منها شيء ولو ولد مختونا قال ابن القيم ولو ولد مختونا فليس هذا من خصائصه عليه الصلاة والسلام فإن كثيرا من الناس يولد غير محتاج إلى ختان قال وذكر أبو الغنائم النسابة الزيدي أن أباه القاضي أبا محمد الحسن بن محمد بن الحسن الزيدي ولد غير محتاج إلى الختان قالوا ولهذا لقب بالمطهر وقال خلق أبو محمد الحسن مطهرا لم يختن وتوفي كما خلقا وذكر الفقهاء في كتبهم أن من ولد كذلك لا يختن فلماذا يذكرون مسألة إن كانت غير واقعة حتى قال بعض بل يستحسن أن يمر بالموسى على موضع الختان من غير قطع والعوام يسمون هذا الختان ختان القمر يشير إلى أن النمو في خلقة الإنسان يحصل في زيادة القمر ويحصل النقصان في الخلق عند نقصانه كما يوجد ذلك في الجزر والمد فينسبون النقصان الذي حصل في الغلفة إلى نقصان القمر إلى آخر ما ساق ابن القيم رحمه الله في تقرير المسألة التي بها يثبت عدم صحة إثبات هذه القضية من خصائص نبينا المصطفى صلى الله عليه وسلم ومن الفوائد الجليلة أنه عليه الصلاة والسلام كان لا يتثاءب أخرجه البخاري في تاريخه الكبير وأخرجه في كتاب الأدب تعليقا وقال مسلمة بن عبد الملك ما تثاءب نبي قط وإنها علامة النبوة وقيل كان لا يتمطى أيضا لأنه من عمل الشيطان ذكره ابن سبع في الشفاء أو في الشفاء قال أهل اللغة منهم ثابت في دلائله صواب هذه اللفظة تثأبا مشدد الهمزة ولا يقال تثاوبا نقله ابن دحية في خصائص أعضاء النبي صلى الله عليه وسلم وفي المثل في الصحاح أعدى من الثوباء تقول منه تثأبت ولا يقال تثاوبت هذه من الفوائد التي وصفها المصنف رحمه الله بأنها جليلة أنه كان لا يتثاءب وصوب أن تقول تثأب لا يتثأب ولا يقال لا يتثاوب ومنه تقول تثأبت ولا تقول تثاوبت والمراد به فتح الفمي الذي يصيب الإنسان عند شعوره بالخمور أو النعاس والعامة تسميه التثاوب ومنه أورد المصنف المسألة أنه كان لا يتثأب وصوب لغة أن تقول كان لا يتثأب بتشديد الهمز قال أخرجه البخاري في التاريخ الكبير وأخرجه في كتاب الأدب تعليقا يقول الحافظ بن حجر رحمه الله في الفتح من الخصائص النبوية ما أخرج ابن أبي شيبة والبخاري وفي التاريخ من مرسلي يزيد بن الأصم قال ما تثاءب النبي صلى الله عليه وسلم قط وقال مسلمة بن عبد الملك ما تثاءب نبي قط وإنها علامة النبوة كذلك أخرجه الخطاب ومسلمة أدرك بعض الصحابة وهو صدوق فهو أيضا مرسل لماذا يقال هي من علامة النبوة لأنه ثبت إن التثاؤب من الشيطان فإذا كان التثاؤب من الشيطان فالنبوة تقتضي العصمة من تسلط الشيطان على ابن آدم قال مسلمة ما تثاءب نبي قط وذكر التمطي أيضا والمراد بالتمطي ما يسميه العامة بالتمغطي يعني أن يتمدد الإنسان بجسده ويمد يديه مخرجا من داخله شيئا من التعب والإرهاق على صوت يمتد فيه تأوه وشيء يشبه ذلك هذا هو التمطي أنه أيضا لا يثبت نسبته إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فالمراد هنا أيضا إثبات هذا لكن الروايات التي تحكيه مرسلة كما تقدم إما من مرسل يزيد بن الأصم أو من مرسل مسلمة بن عبد الملك وكلاهما ليس صحابيا حتى يثبت الحديث عنه مرفوعا إلى نبي الله صلى الله عليه وآله وسلم ثم نقل المسألة اللغة صواب هذه اللفظة تثأب مشدد الهمزة ولا يقال تثاوب وفي المثل في الصحاح يقال أعدى من الثوباء يراد به أن تثاوب إذا حصل في مكان فإنه يبدأ كثير من الناس يتأثر بعضهم ببعض فإذا كان في المجلس ثلاثة وأربعة وبدأ أحدهم بالتثاوب وفتح فمه مرارا فإنه ينتقل فيسمونه العدوى ينتقل إلى الذي يجاورونه فيقولون في المثل أعدى من الثوباء فقلت منه تثأبت لا يقال تثاوبت يعني هذا من حيث لفظ المسألة لغة والله أعلم ومما عد من خصائصه صلى الله عليه وسلم أنه أقر به جماعة قبل بعثته كورقة بن نوفل بل قبل وجوده فقد أقر به حبيب النجار الموجود في عصر عيسى عليه السلام وغيره كما ورد وكذا تبعني الأكبر هذا أيضا من المعدود في خصائص رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن كل نبي يبعث إنما يحصل الإيمان ببعثته والتصديق برسالته عقب دعوته لكن من خصائص نبينا عليه الصلاة والسلام أنه يؤمن به أشخاص قبل أن يبعث فهذه عجيبة ولا شك وهي من خصائصه عليه الصلاة والسلام ثم ضرب مثالا بورقة بن نوفل وهو بن أسد بن عبد العزة ابن عم أم المؤمنين خديجة بنت خويلد رضي الله عنها وقصته مشهورة في أول ما وجد النبي عليه الصلاة والسلام من رؤية جبريل عليه السلام لما أتاه في غار حراء فقال أقرأ فقال ما أنا بقاري القصة فلما رجع عليه الصلاة والسلام فزعا يحكي لزوجه خديجة رضي الله عنها ما رأى طمأنته وقالت والله إنك لتصل الرحم وتقرد ضيفة وتكسب المعدومة وتفك العاني لا والله لا يخزيك الله أبدا ثم قامت تسعى به أخذت بيده إلى ورقة بن نوفل تحكي أو تسمعه ما رأى زوجها رسول الله عليه الصلاة والسلام فلو قال قائل بلى هنا قد حصلت البعثة وجبريل قد أتى بالوحي الجواب أن الوحي جاء نعم لكن البعثة ما تمت فإنه بعد ذلك نزل عليه يا أيها المدثر قم فأنذر ويا أيها المزم القم الليل إلا قليلا أما نزول إقرأ فليس فيها إلا إثبات النبوة وابتداء الوحي ليس إلا فلم يؤمر ببلاغ ولا شعر هو عليه الصلاة والسلام إلى ذلك الحين بمثل هذا فإن ورقة عندما رأى أنها إرهاصات نبوة وابتداء وحي فآمن به وصدقه في القصة المشهورة فقال لا يشير إلى تثبيت النبي عليه الصلاة والسلام قال أما إني لو كنت فيها جذعا لا آمنت بك عندما يخرجك قومك فقال أو مخرجيهم فأكد له أنه ما من نبي نبعث إلا ويعاديه قومه فأمره بالثبات وصبره فالشاهد إيمان ورقة ابن نوفل وإبدائه تصديقه للنبي عليه الصلاة والسلام قبل بعثته قال بل قبل وجوده يعني هناك من أقر به قبل خلقته وليس قبل بعثته ثم ضرب مثالا بحبيب النجار والمراد به صاحب يونس في قصة يونس عفوا صاحب ياسين في قصة ياسين وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى وفي الأثن عن ابن عباس رضي الله عنه أن الرجل المراد به في صاحب ياسين هو حبيب النجار لكن ليس في أثر ابن عباس ما يشير إلى إيمانه بنبينا صلى الله عليه وسلم قال الموجود في عصر عيسى عليه السلام كما ورد قال وكذا تبع الأكبر وقد أورد قصته بعض أصحاب التواريخ واسمه تبان أسعد ابن كلكي كرب قال كتب كتابا فيه إسلامه ومنه قوله شهدت على أحمد أنه رسول من الله بار النسم فلو مد عمري إلى عمره لكنت وزيرا له وابن عم وختم بالذهب ودفعه إلى كبيرهم يعني من علماء يثرب وسأله أن يدفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهي من أخبار التواريخ وقصص الإخباريين والله أعلم بصحتها ورأيت في أعذب الموارد وأطيب الموالد للعزفي الشيبي أن من خصائص سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان لا ينزل عليه الذباب وحكاه أيضا غيره كما يأتي هذا أيضا مما يذكر في خصائص النبي صلى الله عليه وسلم ومثله أيضا يحتاج إلى إثبات بدليل وهو عدم وقوع الذباب عليه صلى الله عليه وسلم وحكاه أيضا غير واحد كما أشار المصنف لكنه لم يورد لهذا مأخذا ولا أورد له دليلا ولا أشار إلى شيء يمكن أن يكون بناء المسألة عليه فكل قضية في ذكر الخصائص تحتاج إلى إثبات دليل لا يقوم بمثلها الدليل فأقل أحواله التوقف في حكايته في سياق الخصائص أو إثباته خصيصة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وما زلنا نقول إن ما ثبت بالصحيح فيه غنية وكفاية ولذلك حكى السبتي هذه المسألة في كتابه أعذب الموارد وأطيب الموالد وقيل لم يقع على ثيابه ذباب قط ولم يكن القمل يؤذيه تعظيما له وتكريما هكذا حكياه من هنا أورده ابن الملق ولكن ليس له أصل بل ربما أشكل عليه ما روى الإمام أحمد والترمذي في الشمائل وابن حبان وغيرهم من طريق معاوية بن صالح عن يحيى بن سعيد عن عمرة عن عائشة رضي الله عنها قالت ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا بشرا من البشر يفلي ثوبه ويحلي بشاته الحديث ولازم التفلية وجود شيء يؤذي في الجملة إما قمل أو برغوث ونحو ذلك ويحتمل أن يكون التفلية لاستقذار وجوده ولولا يحصل منه أذى في حقه صلى الله عليه وسلم ويمكن أن يقال بل وجود القمل في الثوب من غير أذى هو أيضا من خصائصه عليه الصلاة والسلام لأن وجوده في الثوب أو البذن مستقذر في الجملة والله أعلم والمسألة كما تقدمت في إثبات الصحيح الكافي الثابت غنية عن إثبات غيره والعلم عند الله وفي الطماني الكبير عن الحسن بن جرير الصوري قال حدثنا صفوان بن صالح قال حدثنا الوليد بن مسلم قال حدثنا عبد العزيز بن حسين عن ابن أبي نجيح عن مجاهد عن ابن عباس في قوله واذكر ربك إذا نسيت قال إذا نسيت الاستثناء فاستثني إذا ذكرت وهي لرسول الله صلى الله عليه وسلم خاصة وليس لنا أن نستثني إلا في صلة اليمين إلا في صلة اليمين يعني إذا حلف أحدنا أن يقول والله له أن يقول إلا أن يشاء الله أو يقول إن شاء الله فقد أمرنا وشرع لنا أن نستثني عند اليمين تحفظا من الحنث في اليمين وإبقاء مخرج يخرج به صاحب اليمين من إغلاق المخارج عليه فمن حلف على شيء فليستثني والله لا أفعل كذا قل بعدها إن شاء الله والله لا أفعلن كذا قل بعدها إن شاء الله فأمرنا بالاستثناء في صلة اليمين أما في المطلق الكلام إذا نسيت الاستثناء فاستثني إذا ذكرت قال واذكر ربك إذا نسيت فإذا قلت شيئا قل إن شاء الله فإذا نسيت أن تقول فتذكرت بعده فهل تقول إن شاء الله قال هذا خاص برسول الله صلى الله عليه وسلم وذكر أثر ابن عباس قال هي خاصة به صلى الله عليه وسلم وليس لأحد منا أن يستثني إلا في صلة اليمين قال الطبران إن فرد به الوليد عن عبد العزيز بن حصين يعني في إخراجه للحديث في معجمه الكبير نعم وذكر ابن شاهين وذكر ابن شاهين أن من جملة شعب الإيمان الاستثناء في كل كلام وروا بإسناد ضعيف من حديث أبي هريرة مرفوعا لا يتم إيمان العبد حتى يستثني في كل حديثه أو قال في كل كلامه نعم هذه أيضا تخالف ما ثبت عن ابن عباس قبل قليل ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله واذكر ربك إذا نسيت لما قال هي لرسول الله صلى الله عليه وسلم خاصة وليس لأحد مننا إلا في صلة اليمين فقوله لا يتم إيمان العبد حتى يستثني في كل حديثه وقد أشار المصنف إلى ضعفه فقال وروا بإسناد ضعيف من حديث أبي هريرة مرفوعا لا يتم إيمان العبد حتى يستثني في كل حديث أو قال في كل كلامه فإن كان ضعيفا بقيت المسألة في خصوصيتها كما ذكرت الآية وثبت عن ابن عباس رضي الله عنهما وذكر ابن القاص في تلخيصه من خصائصه أنه كان لا ينطق عن الهوى صلى الله عليه وسلم وأصل ذلك صريح قول الله سبحانه وتعالى وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَى مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَى وَمَا يَنطِقُوا عَنِ الْهَوَى إِنْهُوَ إِلَّا وَحْيٌّ يُوحَى وقوله سبحانه وتعالى فَلَا أُقْسِمُ بِمَا تُبْصِرُونَ وَمَا لَا تُبْصِرُونَ إِنَّهُ لَقَوْلُ رَسُولٍ كَرِيمٌ وما هو بقول شاعر قليلا ما تؤمنون ولا بقول كاهن قليلا ما تذكرون فهذا من خصائص مصطفى الحبيب صلى الله عليه وسلم عصمته عن اتباع الهوى أو تكلمه بغير وحي من الله جل وعلا وأنه نهى عن طعام الفجاءة فاجأه أبو الدرداء على طعام له فأمره بأكله وتبعهما عليهم القضاعي في عيونه وذكر أن هذه مما خص بها دون سائر الأنبياء نعم يقصد بالمسألتين طعام الفجاءة وأنه لا ينطق عن الهوى وأنه قد ذكرهم ابن القاص في تلخيصه والقضاعي وفي العيون وذكر المسألتين معا أما طعام الفجاءة فمسألة ترجم لها البيهقي أيضا في السنن وذكر حديث ابن القاص هنا وكلامه وقال أنا لا أحفظ حديث النهي عن طعام الفجاءة هكذا من وجه يثبت مثله قال والذي أحفظه مما في بعض معناه ما أخبرنا به أبو علي الروذ باري قال أنبأنا أبو بكر ابن داسة قال حدثنا أبو داود قال حدثنا مسدد قال حدثنا درست ابن زياد قال ابان ابن طارق عن نافع قال قال ابن عمر رضي الله عنهما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من دعي فلم يجب فقد عص الله ورسوله ومن دخل على غير دعوة دخل سارقا وخرج مغيرا وهذا ورد في الرجل يدخل على أحد وهو يعلم أنه يأكل من أجل أن يأكل معه ثم قال البيهقي وقد روي حديث ينفي التخصيصة الذي توهمه أبو العباس في طعام النبي صلى الله عليه وسلم في قصة أبي الدرداء ثم أورد حديثا قال أخرجه أبو داود في السنن من حديث جابر قال أقبل صلى الله عليه وسلم يوما من شعب الجبل وقد قضى حاجته وبين أيدينا تمر نأكله على ترس أو جحفة فدعوناه إليه فأكل معنا وما مس ماء يريد أن يقول إنه ليس من الخصائص ولا يثبت مثله أما الحديث فقد تقدم ما فيه وأنه لا يثبت بمثله حديث صحيح في المسألة صريح في معناها كما قال الإمام البيهقي رحمه الله تعالى وذكر أن هذه مما خص بها دون سائر الأنبياء وذكر أعني القضاعية من هذا القسم أنه خص بعصمته من الناس ومن الأعلال الموجبة وأن الملائكة قاتلت معه يوم بدر ولم تقاتل مع أحد قبله نعم أيضا ذكر من الخصائص عصمته من الناس والله عز وجل قد قال يا أيها النبي بلغ يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس فهذا صريح في عصمته أي حفظه وكفايته كمثل قوله تعالى إنا كفيناك المستهزئين ومثل قوله تعالى أليس الله بكاف عبده ويخوفونك بالذين من دونه فثبت إذن حفظ الله تعالى له وعصمته وكفايته من الأذى ومن كل ما يسوء ولذلك لم تمتد إليه يد قاتل على رغم كثرة الأعادي وتعدد العدوان ومحاولات شتى في مكة والهجرة وفي الأسفار وفي المدينة والله عز وجل قد عصمه من ذلك كله قال ومن الأعلال الموجبة الأعلال جمع علة يعني أن الله أيضا عصمه وخص بذلك عصمه وحفظه من الأدواء والأمراض والأسقام المهلكة الموجبة يعني التي توجب الهلاك غالبا ولا يتيسر لها علاج ولا يتهيأ منها برء ولعل هذا دليله الوقوع فالله عز وجل قد عصم نبيه من الطواعين والأمراض الفتاكة والأوبئة التي يموت بمثلها الإنسان وهذا من عصمة الله تعالى له ودليله الوقوع والله أعلم نعم وأن الملائكة وأن الملائكة قاتلت معه يوم بدر ولم تقاتل مع أحد قبله قلت ويوم أحد كما في مسلم نعم أما قتال الملائكة الكرام مع نبينا المصطفى صلى الله عليه وسلم فهذا مما ثبت في القرآن وفي السنة الصحيحة ودلائل ذلك أيضا كثيرة جدا في غزوة بدر وفي غزوة أحد كلتيهما والله عز وجل قد ذكر قتال الملائكة في سورة الأنفال يوم بدر فقال إذ يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم فثبتوا الذين آمنوا سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب فاضربوا فوق الأعناق واضربوا منهم كل بنان وقال قبلها إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة مردفين في صحيح مسلم من حديث عمر قال لما كان يوم بدر نظر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المشركين وهم ألف وأصحابه ثلاثمائة وسبعة عشر رجلا فاستقبل القبلة ثم مد يديه فجعل يهتف بربه عز وجل اللهم أنجز لي ما وعدتني قال فأنزل الله إذ تستغيثون ربكم فأمده الله بالملائكة قال ابن عباس بين رجل من المسلمين يومئذ يشتدوا في إثر رجل من المشركين أمامه إذ سمع ضربة بالصوت فوقه وصوت الفارس يقول أقدم حيزوم فنظر إلى المشرك أمامه فخر مستلقين فنظر إليه فإذا هو وقد خطم أنفه وشق وجهه كضربة السوت قال فجاء الأنصاري فحدث بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال صدقت ذلك من مدد السماء الثالثة كما في صحيح مسلم وفي البخاري قال يوم بدر هذا جبريل عليه السلام آخذ برأس فرسه عليه أداة الحرب كل ذلك كان يوم بدر وفي أحد أيضا كما قال المصنف قد ثبت في صحيح مسلم من حديث سعد قال رأيت عيمين رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن شمال يوم أحد رجلين عليهما ثياب بيض ما رأيتهما قبل ولا بعد كل ذلك صحيح ثابت قال أنس كان الناس يوم بدر يعرفون قتل الملائكة من قتل الناس بضرب فوق الأعناق وعلى البنان مثل وسم الناري وهذا كثير أيضا في السنة الثابتة الصحيحة وأنه قاتلوا معه يوم أحد وقتال الملائكة مع النبي عليه الصلاة والسلام كرامة ومعجزة أيد الله بها نبيه المصطفى عليه الصلاة والسلام نعم وذكر أن من خصائصه صلى الله عليه وسلم أنه لا يشهد على جور وفيه نظر بالنسبة إلى غيره لا يشهد على جور ودليل ذلك في قصة النعمان رضي الله عنه النعمان بن بشير مع أبيه رضي الله عنهما لما قالت أمه وقد وهبه غلاما أشهد بذلك رسول الله عليه الصلاة والسلام فجاء فقال ألك ولد غيره قال نعم قال أكلهم أعطيته مثله قال لا قال فلا تشهدني على جور وفي لفظ قال فلا تشهدني إذن فإني لا أشهد على جور نعم لم يكن نبينا عليه الصلاة والسلام ليشهد على جور وقد عصمه الله من الظلم ومسالكه قال إذن من خصائصه أنه لا يشهد على جور قال وفيه نظر بالنسبة إلى غيره يعني أن يجوز لغيره أن يشهد على جور قال فيه نظر النظر المشار إليه ما أورده النووي بقوله احتج الشافعي وموافقوه على أنه ليس بحرام يعني الشهادة على الجور بل مكروه لقوله فأشهد على هذا غيري وأمره دليل على الجواز وفيه بحث أن المخالفين قالوا ليس هذا الأمر دليل الإباحة لكنه كسائر الأوامر التي يراد بها التوبيخ والتقريع فأشهد على هذا غيري لا يدل على إباحته بل على رفضه لأن الظلم ممنوع كله هو الجور محرم في الشريعة من كل مسالكه والله أعلم وذكر القاضي عياض في الشفى أنه عليه الصلاة والسلام كان يرى في الثرية أحد عشر نجماً وذكر السهيلي أنه كان يرى فيها اثني عشر نجماً كما قال القرطبي في كتاب أسماء النبي صلى الله عليه وسلم وصفاته أنه لا تزيد على تسعة أنجم وصفاته أنه لا تزيد يعني عامة الناس لا يذكرون في الثرية زيادة على تسعة أنجم فيما يرون فيذكر هنا أنه كان يرى أحد عشر أو اثني عشر نجماً وذلك أيضاً مما يعوزه الدليل والله أعلم ونظم ذلك في رجزه فقال وهو الذي يرى النجوم الخافية مبينات في السماء العالية إحدى عشر عدة في الثرية لناظر سواهما تهيى وهذا أيضاً ليس له أصل يوقف عليه أو يرجع إليه والله أعلم ومن خصائصه صلى الله عليه وسلم بياض إبطه فإنه أسود لأجل الشعر نص على ذلك أبو نعيم في دلائله فقال بياض إبطه صلى الله عليه وسلم من علامة نبوته وقد ثبت في الصحيح من حديث أبي موسى رأيت بياض إبطيه وكذا قول أنس وغيرهما رضي الله عنهم جميعاً ليس هو كالناس في عموم الإبط بالشعر وتغير الرائحة بل هو أبيض عطر كما قال أبو نعيم وغيره نعم ثبت في الصحيح من رواية أخرى حتى رأيت عفرة إبطيه والعفرة البياض المشوب مأخوذ من عفر الأرض وناقة عفراء ليست بخالصة البياض وعلى كل حال فالغالب إلى الناس على الناس في الإبط أنهم إلى السواد أقرب وأنما النبي عليه الصلاة والسلام ففيه بياض إبطيه على المعنى المشارئ إليه وادع المهلب بن أبي صفرة المالكي أنه صلى الله عليه وسلم كان لا يتجنب الطيب في الإحرام ونهان عنه لضعفنا عن ملك الشهوات إذ الطيب من أسباب الجماع ودواعيه نعم أما لا يتجنب الطيب فإنه كان يتطيب ونهان عن ذلك أما التطيب قبل الإحرام فهو من المستحبات نعم وفي الشفاء لابن سبع أنه لم تقع على ثيابه ذباب قط ولم يكن القمل تؤذيه تعظيما له وتكريما وتقدمت المسألة قبل قليل وأن كل دابة ركب عليها بقيت على القدر الذي كان يركب عليها فلم تهرم لبركته وقال غريب قال وكان إذا جلس أعلى من جميع الجلوس وإذا مشى بين الناس ينسب إلى الطول ولم يكن أحد من الناس يماشيه إلا طاله أما ركوبه على الداب وبقاؤه على القدر فغريب كما قال المصنف وأما كونه أعلى من جميع الجلوس فيشير به إلى ما يتعلق بكونه مربوعا مائلا إلى الطول وهو إلى الطول أقرب من القصر وربما اكتنفه الرجلان الطويلان فيطولهما إذا فارقاه نسب إلى الربعة وهو في الجملة يشير إلى توسط طيل المصطفى صلى الله عليه وسلم وفي الزمخشري في سورة التحريم في قوله قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم إن قلت هل كفر رسول الله صلى الله عليه وسلم لذلك قلت عن الحسن أنه لم يكفر لأنه كان مغفورا له ما تقدم من ذنبه وما تأخر وإنما هو تعليم للمؤمنين وعن مقاتل أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أعتق رقبة في تحريب ماريا إذا ثبت العتق فهو كفارة تقدم من النبي عليه الصلاة والسلام فعلها وفعله تشريع قال مؤلفه غفر الله له قرأت على الشيخ الإمام صلاح الدين أبي المحاسن يوسف بن أحمد بن عبيد الله بن جبريل الموقع قال أنبأنا أبو الفرج الحراني قراءة عليه قال أنبأنا أبو حامد عبد الله بن مسلم بن حوالي قراءة عليه قال أنبأنا أبو منصور القزاز قال أنبأنا الحسن بن أبي بكر بن شاذان قال حدثنا أبو الحسن عبد الرحمن بن ناصر الشاعر قال حدثنا أبو عمر الآسي بمصر قال حدثنا دينار مولى أنس قال صنع أنس لأصحابه طعاما فلما طعموا قال يا جارية هات المنديلة فجاءت بمنديل درم بمنديل درم وفي رواية در يعني متسخ فجاءت بمنديل درم فقال سجر التنور واطرحيه فيه ففعلت فبيضى يعني بيضى المنديل الدرم الذي كان متسخا فسألناه عنه فقال إن كان هذا للنبي صلى الله عليه وسلم فإن النار لا تحرق شيئا مسته أيدي الأنبياء وهذا حديث عال وقع عالي الإسناد ودينار هذا ضعفوه والحديث والرواية عن أنس هذه ضعيفة لذلك لم يكن يقولون قال ابن الشاذان لم يكن يحفظ غير هذين الحديثين يشير إلى ضعف دينار راوي هذا الأثر وقد مس النبي عليه الصلاة والسلام بيده أشياء بل بعض أجساد من وجبت لهم النار وبالتالي فلا يصح تعميم هذا المعنى وهي قصة ضعيفة السند هذا آخر ما تيسر جمعه بحمد الله ومنه وأنا ساع في الزيادة عليه أعاننا الله على ذلك فخصائصه في الحقيقة لا تحصى ومآثره أكثر من أن يجاء بها فتستقصى صلى الله عليه وسلم قال المؤلف تغمده الله برحمته ووقع الفراغ منه عند زوال ظهر يوم الثلثاء نصف شهر الله الأصم رجب من سنة ثمان وخمسين وسبعمائة أحسن الله بعضها وما بعدها في خير وعافية وذلك بالقاهرة المعزية من الديار المصرية حماها الله وسائر بلاد الإسلام وأهله نعم ورحم الله المصنف رحمه الله ونحن قد وقع لنا الفراغ بفضل الله من مدارسة هذا الكتاب الجليل يوم الخميس ليلة الجمعة التاسع عشر ليلة العشرين من شهر سعبان سنة اثنتين وأربعين واربعمائة وألف من الهجرة في رحاب بيت الله الحرام في هذه الليلة المباركة على مشارف شهر رمضان نسأل الله أن يبلغنا وإياكم الشهر الفضيلة في عفو وعافية وحسن إيمان سائرين الله أن يمن علينا وعليكم بالعلم النافع والعمل الصالح وأن لا يجعله آخر العهد بمدارسة هذه الأسفار الجليلة والعلوم النافعة ولا آخر العهد من الاستكثار من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في مثل هذه الليالي الكريمة الفاضلة سائرين الله جل وجلاله أن يجعله لنا حجة لا علينا وأن يزيدنا علما وفقها وسدادا اللهم ربنا وفقنا لما تحب وترضى وخذ بنا واصينا إلى البر والتقوى وتقبل منا إنك أنت السميع العليم